السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يساعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد الثامن والاربعون من سلسلة رويات ملف المستقبل سجن القمر ما سر ذلك الوحش المخيف الذي ظهر فجأة في سجن القمر؟ هل توجد مخلوقات على سطح القمر على الرغم من نفي كل الدراسات لذلك؟ ترى كيف يواجه نرو فريقه هذا اللغز القمري المخيف؟ ولمن يكون النصر في معركة سجن القمر استمع للتفاصيل المثيرة واشترك مع نور في حل اللغز رعب على سطح القمر انطلق أزيز قوي عبر مكبرات صوت خاصة معلنا انتهاء نوبة العمل في المزرعة التابعة لسجن القمر ذلك السجن الخاص الذي أقيم على الجانب المضاء من القمر عام 1999 لنفي عتاة المجرمين من كل الجنسيات والذين تصل جرائمهم إلى حد تهديد الدول والأمم والولدان والشعوب الأمنة في كوكب الأرض ولقد برزت فكرة إنشاء هذا السجن الخاص بعد أن سادت العالم موجة من العنف مع النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين تزعمتها مجموعة من العصابات القوية التي أرادت أن تعيد عهود العصابات المنظمة بعد أن أعلن زعماء دول العالم ميثاق التعاون الدولي وتبادل الأغذية والخبرات ومعاونة الدول النمية على النهود والحضارة وفي اجتماع خاص للأمم المتحدة تقررنا في زعماء هذه العصابات من كل بلدان العالم إلى سجن خاص في القمر حيث يستفاد بهم في إجراء الأبحاث الخاصة بزراعة أرض القمر حيث تبلغ التربة قيمة الخصوبة وتصل الجاذبية إلى سوت سمثيلتها على كوكب الأرض وخلال عام واحد تم إنشاء سجن القمر وكان ذلك السجن عبارة عن مبنى كبير مكون من عدة حجرات للمساجين ومصدرع ممتدة إلى مسافة كيلومترين من كل جانب وتغلف كل هذا قبة زواجية مصفحة يمكنها مقاومة كل العام الجوية ويقوم بحرصتها والدفاع عنها تقم مكون من عشرة جنود من رجال شرطة الفضاء تتغير نوباتهم كل شهر فيعودون إلى الأرض ويحل محلهم تقم آخر وتحت هذه القبة أجهزة كمبيوتر خاصة تعمل على ملاءمة الجو داخلها بحيث يشبه نفس الجو على كوكب الأرض من حيث الضغط والجاذبية ودرجة الحرارة ونسبة الأكسوجين في الهواء وكل العامل الضرورية الأخرى باختصار كان هذا السجن قطع من الأرض على سطح القمر وكان السجن حينما بدأت قصتنا يضم بين جوانبه 20 مسجونا لغير يعملون في مزرعته ويشرف على عملهم ثلاثة من علماء التربة والتغذية والزراعة ولم تكن حراسة هؤلاء المساجين على الرغم من خطوراتهم البلغة تحتاج لكثير من الجهد فالفرار من سجن القمر مستحيل فبمجرد تجاوز قبتي الخاصة ينتقل الإنسان إلى مناخ مخالف تماما مناخ القمر حيث لا غلاف جوي أو أكسوجين وحيث تتراوح درجة الحرارة بين 215 و250 درجة فرنتية مما تستحيل معه حياة أي مخلوق بشري لذا فلم تحدث محاولة هرب وحدة منذ إنشاء سجن القمر حتى استحال عمل طاقم الحراسة روتينيا عاديا مثيرا للدجر والملأ وصار أسعد أيامهم هو يوم تبديل الحراسة حيث يعودون إلى الأرض شهر كاملا ولقد كان ذلك اليوم وهو اليوم السابق لليوم الموعود ولقد بدى طاقم الحراسة شديد المراح حينما ارتفع أزيز انتهاء نوبة العمل وقاموا باقتياد المساجين إلى غرفهم وأغلقوها خلفهم في إحكام ثم اتجى كل منهم إلى غرفته وهم يتبادلون الدعابات التي تؤكد سعادتهم وفرحهم وربط فريد أحد الحراس على كتف زميل هاني وهو يقول في مرح هل تحب أن تتلقى هزيما أقرأ في لعبة الشترنجي كالعادة؟ ضحك هاني وهو يقول حزاري من قولك هذا فالأمور تتبدل كثيرا ما بين يوم وآخر وربما كانت الهزيمة من نصيبك أنت هذه الليلة لوح فريد بكافة في زهب وهو يقول حاول يا صديقي لا بأس من محاولتك ولكنك لن تبلغ مهارات قط هدف هاني في حماس؟ سنرى اتجه الاثنين في حماس إلى حجرة فريد وهما يستهرجعان أدوارهم السابقة في لعبة الشترنج والجولات التي ربحها كل منهما وبينما كان يكتزان مزرعة السجن إلى حيث منازل رجال الحراسة تشبث فريد بزرع رفيقي فجأة في قوة وهو يهتف يا إلهي انظر هناك تطلع هاني إلى حيث يشير رفيقي في دهشة وهدف توطر ماذا حدث؟ لست أرى شيئا ازدادت أصابع فريد ضغطا على ذرع زميله حتى أنها ألمته في شدة وهو يقول في انفعال أقسم أنني رأيت وبترى عبارتي فجأة وكأنما وجد صعوبة في وصف مرأة قبل أن يستطرت بمزيد من التوتر والانفعال لقد رأيت ذراعا تنفذ من التربة ثم تختفي في سرعة حدق هاني في المكان التي أشار إليه فريد في زهول ثم قال في عصبية أيه رأى هذا لست أرى سوى تربة ساكنة وبعض سنابل القمح القمرية كانت سنابل القمح القمرية تبلغ أربعة أضعاف حجم وارتفاع سنابل القمح المعروفة على كوكب الأرض إلا أنها كانت أقل كثافة مما ترق بينها مسافات واضحة وأشار فريد إلى إحداها وهو يهتف في حدة شديدة أقسم لك أنني رأيت ذلك لست واهما أو مجنونا هزى هاني رأسي في حيرة ثم قال حسنا سنذهب معا إلى هناك واستجد أنه كان مجرد وهم اتجه الأثنان في حضر إلى النقطة التي أشار إليها فريد وانحنى هاني يتأمل التربة في اهتمام وقلق ثم لم يلبث أن ابتسم وهو يلتفت إلى زميلي قائلا هل رأيت؟ إنه خضع بصري في حزب عقد فريد حاجبيه وهو يتطلع إلى المنطقة في توطر ثم غمغم ولكنني رأيته ابتسم هاني ومد يده يدعب التربة وهو يقول لا يوجد شيء يا صديقي انظر إنه مجرد تربة قمرية عادية و انتفذ جسده فجأة وصرت في جسد ارتجافة مخيفة وقفز قلبه من بين ضلوعه وجحظت عيناه في رعب هائل وقفز زميله إلى الخلف في فزع رهيب حينما اندفعت من التربة ذرعب النية داكنة مغطى بحراشيف تشبه حراشيف الثعابين السامة وقبضت بأصابعها القوية ذات الأصفار الحادة المدببة على معصم هاني الذي حاول أن يجذب يديه في رعب وهو يهتف كلا كلا وأسرع فريدي انتزع مسدسه لزري وأراد أن يطلقه لتلك الثرع مخيفة لو لأن تصلبت أصابعه وكاد قلبي يتوقف أمام ما حدث في تلك اللحظة لقد برز فجأة من أسفل التربة مخلوق عجيب له رأس مخيفة وعينين واسعتين في لون الدم وبدأ شديد البشاعة بجسدها المغطى بالحراشيف الصلبة وهو يجذب إليه هاني في قوة وقاوم هاني في رعب هائل وهو يطلق صراخات رهيبة ولكن المخلوق فتح فمه الواسع فجأة فبرزت أنيابه الحادة الطويلة واندفع من بينها لسان رفيع مشقوق بدأ أقرب إلى ألسنة الثعابين وهو يصدر فحيحا شبيها بها قبل أن يغلس أنيابه فجأة في عنق هاني الذي جحزت عيناه وارتجف جسده لحظة وهو يحاول أن يدفع المخلوق البشع بعيدا ثم تراخى وفاضت روحه إلى بارئها وانتزع فريد نفسه من رعبه وذهوله دفعة وحدة وأخذ يطلق أشعة الليزرية على المخلوق الذي راح يجذب قصة هاني إلى الحفرة التي صنعه صعوده وأشعة الليزر ترططن بحراشيف القوية وتنعكس عنها في بارق مخيف وهرع الحراث الثمانية الباقون إلى المزرعة بعد أن وصلتهم آخر صراخات هاني المسكين وحينما وصلوا إليها كان فريد قف مذهولا متسال عينين في بحوظ وظراحه الممسكة بالمسدسة لزري ملقى إلى جانبه فهتف به أحدهم في ظهر ماذا حدث؟ حدق فريد فوقههم في ظهول ثم أشر للحفرة مغمغما لقد استحب قثته استحبها ليلتهمها في وكره صاحبه أحد زملائه وهو يهز من كتفي في قوة من هذا يا فريد وأيت جثة تعني بدأ فريد مذهولا شاردا وهو يغمغم بعينين زائغتين الوحش وحش سجن القمر من الأرض إلى القمر احتشدت رأس النور بعشرة الأفكار والتساؤلات وهو يهبط داخل الأنبوب الزجاجي المضاء بطوبة نفس جهادة إلى الطابق الأسفل من إدارة المخابرات العلمية حيث مكتب القائد الأعلى فالطريقة التي تم استدعاؤه بها هذه المرة تؤجد أن الأمر بالغ الخطورة والسرية فلقد كان يقود سيارتي الصاروخية في طريقه لقضاء إجازة الصيفية مع زوجتي سلوة وابنتي نشوة في مصيف بلطيم حينما أبطأت سرعة السيارة فجأة على الرغم من دفعيه لدواسة الوقود حتى توقفت وحدها على جانب الطريق وأدرك هو في الحال أن إجازته قد ألغيت وأن عليه العودة مباشرة إلى القيادة العلية للمخابرات العلمية للضرورة القصوى وها هو ذا يقف أمام باب حجرة القائد الأعلى الذي انفرج في هدوء كاشفاً الحجرة الفسيحة التي يجلس في نهايتها القائد الأعلى نفسه خلف مكتبه الزاخر بالأزرار وشاشة الكمبيوتر والتلي فيديو وأشار إليه القائد الأعلى أن يتقدم وعاد الباب ينغلق خلفي في هدوء وأده هو التحية العسكرية في احترام وهو يقول أرى إدنور الدين في خدمتك يا سيدي لم يوضع القائد الأعلى دقيقة واحدة فشرع قص على نور تفاصيل ما حدث في مزرعة سجن القمر والتي رواها الحارس فريد بعد أن أفق من صدمته وذهوله واستمع إليه نور في مزيك من الدهشة والاهتماء حتى انتهى فقال في حيرة ولكن كيف وصل هذا المخلوق العجيب إلى القمر يا سيدي وكيف اخترقت حصنات سجن القمر ممتل القائد الأعلى شفتيه وقال لا أحد يدري يا نور ولم يجرؤ أحد حتى الآن على ولوك تلقى الحفرة التي ترقى خلفه وإن أحطها قائد طاقم الحراسة بصول من الأسلاك الصلبة المكهربة وأقام عليه حارسين انتظارا لما تصفر عنه الأبحاث والتحقيقات عاقدان الحاجبيه مفكرا قبل أن يسأل في اهتمام ولماذا وقع الاختيار على مزيك بالذات لتبحث هذه الظاهرة يا سيدي أليس سجن القمر منظمة دولية تشرف عليها كل الدول المشاركة في صنعه وإقامته بدأ الضيق على وجه القائد الأعلى وهو يقول في صرامة نحن الذين طلبنا ذلك يا نور فلقد وقع الحادث في أثناء وجود طقم الحراسة المصري وعلينا نحن أن نثأر لرغلنا سهد الصمت لحظة قبل أن يسأل نور مرة أخرى وما رأي علمائنا فيما حدث سيدي تناهد القائد الأعلى وقال إنهم ينكرون ذلك في الشدة يا نور ويؤكدون خلو القمر من المخلوقات الحية اعتمادا على كل النظريات والفحوص والاختبارات التي أجريت منذ عام 1969 حينما هبطت أبولو الحادية عشر على سطح القمر ووضع رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج قدمه على تربة القمر مسجلا أول خطوات بشرية هناك ويؤكدون أيضا أن هذا المخلوق لم يأتي من كوكب آخر لأن كل سفن الفضاء التي تهبط على سطح القمر يتم رصده أولا في أول وكلها تابعة لكوكب الأرض وسمت لحظة ثم استطرد في حازم ثم إن طبيعة القمر لا تسمح بوجود أي مخلوقات حية فيه تردد من اللحظة ثم قال اسمح لي بمخالفتك يا سيدي فقط لا تسمح طبيعة القمر بوجود مخلوقات حية على الوجه الذي نعرفه نحن ولكن ماذا يمنع من وجود مخلوقات أخرى لا تحتاج إلى التنفس مثلا قال القائد الأعلى في سرامة وماذا عن الماء يا نور الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم واجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم وهذا مبدأ علمي أيضا اتفق عليه كل رلماء حتى الملحد منه فالحياة لا توجد إلا حيث وجد الماء ولا توجد قطر المياه واحدة على سطح القمر ما نور في هدوء؟ بل توجد المياه على سطح القمر منذ ثماني سنوات يا سيدي عقد القائد الأعلى حاجبيه وهو يقول ماذا تعني؟ قلب نور كافيه وهو يقول أعني أن تجارب الزراعة في تربة القمر قد استلزمت نقل أطنان من المياه إلى سطح القمر يا سيدي وأن الجزء الأعظم من هذه المياه يستخدم في رأي المزروعات القمرية في سجن القمر ومن يدري ربما كانت هناك حياة منذ عشرة القرون على سطح القمر قبل أن يفقد غلافه الجوي ويجيب في ماءه ربما كان المخلوقات هذه الحياة القدر على التحوصل كما تفعل بعض أنواع البكتيريا والتفيليق حينما تحيد بها ظروف غير ملائمة لمعيشتها وربما أن عشت المياه التي تتصرب عبر التربة هذه المخلوقات فغادرت حويصلاتها وعادت للحياة ونمت ونتج منها مثل هذا المخلوق البشع صمت القائد الأعلى وبدت على ملامحه علائم التفكير فيما قاله نور ثم لم يلبث أن لوح بكفه وهو يقول هذه النظريات سابقة لأوانيها يا نور دعنا لن نناقش شيئا حتى عودتك وفريقك من هناك غمهم النور في خفوت من هناك أجبه القائد الأعلى نعم يا نور لقد عددنا كل شيء لتنطلق أنت وفريقك على متن ماكوك الفضاء المصري نسر تسعة إلى القمر وعليكم أن تبذلوا أقصى جهدكم لحل غمود هذا اللغز اعتدل نور وأمضت عيناه ببريق العزم وهو يقول سنفعل بإذن الله يا سيدي ثم أدت تحية العسكرية واستدار يزمى الانصراف إلا أن القائد الأعلى استوقفه قائلا لحظة يا نور التفت نور إلى قائد في هدوء فاسترد في حزم طاقم الحراسة الموجود في سجن القمر الآن هو الطاقم السويتي وهم صارمون للغاية ولقد احتاج الأمر لبدل مساعد دبلوماسية مكثفة حتى وافق مسؤول دولتهم على أن نتولى نحن المهمة وهذا يعني أن مهمتك ستكون شقة للغاية فحذاري افتسم نور وهو يقول في هدوء اطمئني يا سيدي وانصرف من مكتب القائد الأهلى في خطوة قوية وثقة على الرغم من أنه يعلم أنه في طريقه من الأرض إلى القمر وإلى وحش القمر العلم الأحمر هابت مكوك الفضاء المصري نسر تسعة في موقع الهبوط الخاص حير قبة سجن القمر وامتدت من جانب القبة أسطوانة من الزجاج المصفح لم تلبث أن التحمت بجانبين مكوك الذي بقي مدخاله مغلقا لحظار تمت فيها معادلة الجو دخل الأسطوانة ثم انفتح بابه وهبط نور وفريقه إلى سجن القمر وفي مزيج عجيب من البرود والغطرسة استقبلهم فاسيلوف قائد طاقم الحراسة السوفيتي الحالي وشد على يد نور في قوة وهو يقول فاسيلوف قائد السجن الحالي ولمدة شهر كامل أجبه نور في هدوء وابتسام ودود الرائد نور الدين من المخابرة العلمية المصرية وهذا فريق البحث سلوى ورمزي ومحمود صفح فاسيلوف أفراد الفريق في برود وشد على يد السلوى بطريقة تخلو من الضوء قبل أن يمت الشفتي في امتعاد وهو يقول في لهجة تحمل بعض الاستنقار رائد هل تعلم ما هي ردبتي أيها الرائد ابتسموا النور في هدوء وهو يقول أعلم أيها العقيد فاسيلوف ولكننا هنا في مهمة محدودة ولن نتدخل في أسلوب إداراتك لهذا قاطعه فاسيلوف في لهجة حد وحتى لو حاولتم لن أسمح لكم قاطعه هذا الاستقبال العدواني من العقيد فاسيلوف الذي عاد يبتسم في برود عجيب وهو يستطرد وهذا للتذكرة فقط بالطبع تنهد نور وهو يقول إننا نعلم ذلك يا سيادة العقيد اتسعت ابتسامة فاسيلوف وامتلأت بالزهو رجل يظن أنه قد سيطر على الموقف كله وهو يلوح بكافي قائلا والآن هيا سنناقش هذه اللعبة فيما تتبي واستدار إلى الداخل في غطرسة وتبعه أفراد الفارق في دهشة ومالت سلوة على أذن رمزي وقالت في حدة هل تعلم فيما أفكر؟ ابتسمه وهو يجيبها هامسا في صفع العقيد فاسيلوف على وجهه رفعت حاجبها في دهشة ثم تلبث أنزوت ما بينهما وهي تغمغم في صخت لا يمكن إخفاء شيء على طبيب نفسي محترف أطلق رمزي ضحكة خافتة ووصل جميع سيرهم خلف العقيد فاسيلوف وقد رواضهم شعور واحد بأن هذه المهمة بالذات ستحتاج منهم إلى الكثير من الصبر والتحمل كانت حجرة العقيد فاسيلوف فخرة بكل ما تحمله الكلمة من معاني وكان من الواضح أنه يشعر بالزهول لذلك وكان أكثر ما يميزها هو ذلك العلم الأحمر الذي يملأ بي الحائط خلف مكتبه ولسبب ما بدى وجه فاسيلوف المتورد المقتض شبيها بذلك العلم خاصة حين ملتقة من مبارده الخاص زجاجة تمتلئ بساء الوردي له حبيه أمام وجوه أفراد الفريق وهو يقول في قطرصة هل لكم في تناول كأس من الفوديكا أولا؟ ابتسم عن نور فيه دوء وهو يقول عقيدتنا تمنعنا من تناول كل أنواع الخمر يا سيد التلقي ارتسمت ابتسام أساخير على شفتي فاسيلوف وهو يغمغم ها عقيدتكم؟ ثم لم يلبث أنهز فدفيه في لمبالاة وصب لنفسه كأسا من ذلك الخمر القوي رفعها إلى شفتيه وهو يقول موجهان حديثه إلى نور ما رأيك في هذه القصة الهزلية التي أدل بها حارسكم؟ شعر نور بالضيق إلا أنه كتم ضيقه وأخفاه خلف ابتسامة هادئة وهو يقول لا أظنها قصة هزلية كما تتصور يا سيدة العقيد فالحارس الآخر هاني قد اختفى بالفعل وأنت تعلم أن مغادرة سجن القمر مستحيلة ما لم يرتدي المرء إثياب الفضاء الملائمة ابتسم فاسيلوف في استخفاف وجلس على مقعاده وهو يقول وهل يكفي هذا دليلا على صحة القصة؟ لم تستطع سلوى منع تلك الحدة التي تسللت إلى صوتها وهي تقول وماذا تظن أنت؟ رمكها فاسيلوف بنظرة ثقبة قبل أن يرتشف بعض الفوديكا ويقول في هدوء يوحيب الثقة لا أظن ولكنني أوقن بأن هذا كله مجرد خدعة كان أسلوبه مثيرا مما جعل غمز يسأله في برود وما دليلك على ذلك؟ أما لفاسيلوف رأسه الضخم وهو يقول في برود مماثل الدليل هو تلك الحفرة التي لا يقرأ أحد على ولوجها ثم اعتدل مستطرزا في حزم لقد قتل حارس قم رفيقه أيها السادة وألقى قثته في هذه الحفرة وعاده يسترخي ويلوح بكافه مردفا في استخفاف وما هذه القصة التي اخترعها إلا وسيلة لمنع الآخر من كشف قثة زميلة واتهامه بالقاتل وتباتل أفراد الفريق نظرت محنقة وكادت سلوى تحتف بالسنكر صاخد لو لا أن أسرع نور يقول في هدوء ومتى قتله وكيف ولماذا هزى فسيلوف كتفيه ولوح بكافه مرة أخرى وهو يقول ينبغي أن يجيب هو عن هذه الأسئلة ومال إلى الأمام وتألقت في عينيه نظر جزلة وهو يردف لو أنه أحد جنودي لجعلته يدل باعترف كامل دون الحاجة إلى أرسال فريق مثلكم وبدأ وكأنه يخم بالضحك وهو يواصل فلدي وسائل خاصة لم يفصح فسيلوف عن وسائله بطبيعة الحال إلا أن الجميع أدركوا ما يعنيه فصرت كشعريرة في جسد سلوى وهي تتضلع إليه فيش مئزاز وقلب محمود شافتيه في امتعاد في حين عقد رمز حاجبيه وهو يتأمل في إمعان وابتسم النور في هدوء وهو يقول من حسن الحظ أننا لا نلجأ لهذه الوسائل أبدا يا سيدي خاصة حينما نستخدم عقلنا لدرسة الأمور أعقد فسيلوف حاجبيه الكثيفين وهو يقول في حدة ماذا تقصد؟ هزى نور كتفيه في لا مبالاة وقال لست أقصد شيئا ولكن أنا أتساءل متى صنع فريط هذه الحفرة؟ ولماذا يعمد إلى قتل الزميل الوحيد الذي تربطه به صلة صداقة؟ وعندما أجد أنه من العسير على حارس واحد أن يصنع مثل هذه الحفرة العميقة دون أن يشعر المساجين الذين يقومون برعاية المزرعة بذلك ومن غير المفهوم أو المقبول أن يضع فريط خطة محكمة لقتل صديقه وزميل هاني دون مبرر مفهوم وقبل يوم واحد من عوداتهما للأرض حيث توجد عشرة الوسائل للقتل وإخفاء الجثة دون الحاجة إلى صارت كل الجهة المعنية بسجن القمر بقصة وهي خيالية حينما أفكر في كل هذا أجد أنني أميل إلى تصديق قصة حارسنا على الرغم من غربتها استمع فاسيلوف إلى حديث نور في صخت واضح ثم مط شفتيه ولوح بكفه وجرع ما تبقى في كأس الوديكا دفعتاً وحدة مما زاد من طورد وجهه وجشة صوته وهو لقول في حد هذا لأنك لم تدرس الأمر بعد كما فعلت أنا أيها الرائد المصري ووضع كأسه على سطح مكتبي في حد كادت الكأس تتحطم بسببها قبل أن ينهض ويلقت غفي خلف ظهري قائلاً لو أنك درست نظام السجن هنا لو وجدت أن كل أربعة مساجين يقيمون في حجرة واحدة يشرف عليها حريساء تقتصر مهمتهم على التأكد من وجود كل أربعة مساجين في حجرتهم قبل إغلاق الأبواب سأله نور في هدوء وهو يسترخي في المقاعد وماذا يعني هذا؟ تجاهل فاسيلوف سؤال نور وهو يستطرد في برود وأن كل المساجين في سجن القمر من عتاة المجرمين وأكثرهم عبقرية وأن بعضهم كانوا من علماء الدول قبل أن يحاولوا استغلال علمهم في الشر عاد نور يسأل في هدوء وماذا يعني ذلك أيضاً؟ ابتسم فاسيلوف وكأنما أسعده أن أثار تساؤل نور ووصل قائلاً وهل تعلم أيضاً أن فريد وهاني كان يعملان معاً ويشتركان في حراسة زنزانة واحدة؟ اهدد لنور في مجلسه وقد بدأ يفهم ما يعني فاسيلوف وهو يقول هل تعني أنها قطعه فاسيلوف في خشونه؟ نعم نعم محاولة ذكية للفرار من سن القمر أول محاولة من نوعها وازداد صوته صرامة وهو يستطرد وآخر محاولة الغاية تبارر الوسيلة سيأت الصمت طويلاً بعد عبارة فاسيلوف في الأخيرة وتبادل نور فارق النظرات متسائلة قبل أن يسأل محمود في اهتمام لماذا توصلت لهذا الاستنتاج بالذات؟ ابتسم فاسيلوف في ثقة ويقول إنه أمر بالغ البساطة يا فتى يحتاج لقليل من الزكاء في حاز واتجه ليجلس مرة أخرى خلف مكتبه وفرد كافي خالفي في غطرسة وهو يستطرد جميعكم تعلمون أن الفرار من سجن القمر مستحيل فهو في منطقة مستقلة على سطح القمر لا يمكن مغادرتها بأي حال من الأحوال وهو يبعد عن كوكب الأرض حوالي ثلاثمائة وستة وثمانين ألفا وتسعمائة واثنين وخمسين كيلومترا وكل سفن الفضاء اللي اتصله حتى من الجانب المظلم يتم رصدها في دقة فحين أنه لو كان هذا السجن على كوكب الأرض لكان من الممكن أن يفر منه المسجونون ولو مر واحد على الأقل ونظرياتي تقول إن حارسكم فريد قد حصل على رشوة ضخمة ليعاون هؤلاء المساجين على الفرار غامهم النور في صوت خافت لم ينجح في إخفاء رنت السخرية فيه بقتل رفيقه درب فاسيلوف سطح مكتبي في قوة وهو يقول بل بنشر خرافة مخيفة في سجن القمر ترغم المسؤولين بعد سلسلة من الحادث المفزعة على نقل المسجونين مؤقتا إلى سجن آخر على كوكب الأرض حيث يتضاعف الأمال في محاولة الفرار وابتسم في الثقة وهو يستطرق وهكذا قام فريد بصنع الحفرة ومساعدة المساجين الأربعة الذين يشرف على حجرتهم مع زميله وقتل بعدها رفيقه وألقى في الحفرة وتصنع الظهول والرعب حتى ينشر هذه الخرافة المفزعة وبدت ابتسامته أقرب إلى السخرية وهو يردف هل رأيتم كم هو بسيط ذلك الاستنتاج؟ تبادل أفراد الفريق نظرت حائرة ثم قال نور في هدوء وأين الدليل على هذا؟ كهكه فسيلوف في سخرية قبل أن يقول تريد الدليل حسنا أيها المغروب سأمنحك الدليل بعد ثلاثة أيام قمرية على الأكثر وسيكون دليلا مشفوعا باعترافات مؤقعة من المساجين الأربعة وسأترك لكم اختيار الإسلوب الذي يرق لكم لإجبار حارسكم على الاعتراف بعد ذلك تنهد نور وهو يقول كنت أفضل أن أستجوب هؤلاء المساجين الأربعة بأنفسنا وقاطعوا فسيلوف في صوت الصارم حازم قوي كلا تضلع إليه الجميع في دهشة فعادت تلك الابتسامة الساخرة ترتسم على شفتيه وهو استطرت في برود إنني أستجوبهم الآن بوسائل خاصة وهي لا تفشل أبدا خفقت قلوب أفراد الفارق في ألم وبدأ لهم أنه من الضروري استبدال حرف الجيم في صفة المساجين إلى حرف الكاف ما دامه قد وقعوا بين براثن هذا الرجل ولم يستطع نور تماله جأشه وهو الذي يكره كل أنواع القص والإذاء فقال في حدة ولكن هذا الإسلوب محظور استخدامه أو اللجوء إليه في العالم أجمع فهو إسلوب قاسي يخلو من الرحمة ومن الذكاء أيضا في التعامل مع المساجين أو غيرهم فالوسائل العلمية الحديثة تجعل استجواب أي استجواب أمراً وتينياً تقليدياً بسيطاً وقاطعهم فاسيلوف برود إنني أميل إلى الوسائل القديمة فهي أكثر في حالية وابتسم في سخرية وهو يردف والمبدأ القديم يقول الغاية برر الوسيلة غمغم رمزي في سخت قول بغيط من رجل بغيط ابتسم الفاسيلوف في سرامة وهو يقول سنرى سياد الصمت لحظات بعد كلمته ثم نهد نور وهو يقول في سرامة حسناً يا سيادة العقيد سنترك لك مهمة استجواب هؤلاء المساكين وسنقوم نحن بعملنا بطرقنا الخاصة أعقد فاسيلوف حاجبيه وهو يقول في سرامة لن أسمح لكم باستجواب طقم الحراسة و قاطعه نور في سرامة اطمئني يا سيادة العقيد فسأكتفي باستجواب العلماء فحسب ولن يكون استجواباً بالمعنى المعروف وإنما مجرد منقشها علمية خاصة غمغم فاسيلوف في استخفاف وهل أرسلت مصر فريقة من أربعة أشخاص لاستجواب ثلاثة علماء في حزب بدأ صوت نور بارداً كالسلق خاصياً كالفولاز وهو يقول إنه فريق من العلماء يا سيادة العقيد ومهماته لا تقتصر على الاستجواب فبينما أقوم أنا وزميلي رمزي بمناقشة علماء الثلاثة سيعمل محمود وسلوى على فحص أهم نقطة في الأمر كله وصمت وهله قبل أن يستطرت في حازم الحفرة التي برز منها واختفى فيها وحش السجن القمر إنهمك مع حمود وسلوى في إعداد أجهزتهم عند حفة الحفرة فحين تبع رمزي نور إلى مركز البحث حيث العلماء الثلاثة وهو يغمغم في حنق هي له من رجل بغيط سيجعلني أكره كل السوفييت عقد نور حاجبيه وهو يقول خطأ رمزي السوفييت قوم عظماء ولقد تعملت مع الكثير منهم من قبل وأستطيع أن أجزم بأن ما يقوم به العقد فاسيلوف سيبدو له مقززا بشعا حينما يصلهم تقريري ولا أظنهم يوافقون على أفعالها أبدا هاتفها رمزي في حماس هل سترسل تقريرا بهذا إلى السوفييت أجبه نور في حازم بالطبع ينبغى أن يدركه مدى ما يسيء به إليهم رجلهم أهم أرمزي برأسه موافقا ثم سأله في اهتمام هما رأيك في نظريته أجبه نور في جدي أعتقدنا نظرية مقبولة نوعا ما ولكنها تحتاج إلى إثبات قوي أهم هما رمزي في حنق وكيف يمكننا الحصول على مثل هذا الإثبات وهو يمنعنا من استجاب المشتبه فيه أجبه نور في هدوء يمكننا أن نثبت ذلك أو ننفيه ببحث الاتجاه العكسي يا رمزي سأله رمزي في دهشة ماذا تعني تنهد قبل أن يجيبه في هدوء سنركز جهودنا كلها في محاولة إثبات وجود هذا المخلوق أو نافية وارتجف صوتي على الرغم منه وهو يستطرد ستتركز جهودنا كلها على وحش سجن القمر الوحش مرة ثانية استقبل العلماء الثلاثة نور رمزي في ترحاب وقدم أكبرهم سنة نفسه قائلا الدكتور واجدي مصري الجنسية وخبير التربة ثم أشار إلى زميلة مستطرطة وهذا زميلي عالم الأغذية الدكتور جان فرنسي وذلك ثالثنا خبير الزراعة القمرية الدكتور إدوارد بريطاني صافحهم لعلماء الثلاثة في احترام ثم سأل نور الدكتور واجدي ما رأيك فيما حدث يا دكتور واجدي هل من الممكن أن تنهار التربة وحدها لتصنع هذه الفجوة؟ هتفت دكتور واجدي في استنكار؟ تربط القمر؟ هذا مستحيل ثم أنني كنت أقوم بدراسة هذه التربة يوميا ومن غير الممكن أو المقبول أن يحدث هذا هكذا فجأة عاد نور يسأل في اهتمام هل من الممكن إذن أن تنشأ حياة على سطح القمر فيها إئتازا وخلوق البشع الذي وصفه فريد؟ تراتد دكتور واجدي قبل أن يقول أعتقد أن هذا غير ممكن و قضى دكتور جان في هدوء إنني أخالفك الرأي يا زميل العزيز تدراج وجه الدكتور واجدي بحمرت الخجل وعقد الدكتور إدوارد حاجبيه فتأمله مرمزي في اهتمام ثم قال فيه هدوء واثق من الواضحة أيها السادة أنكم قد نقشتم هذا الأمر من قبل وأن الدكتور جان هو صاحبه والدكتور إدوارد يعرض في شدة في حين تردد دكتور واجدي ما بين القبل والرفض فمناظرت الدكتور جان بالضبط تطلع إليه العلماء الثلاثة في دهشة ثم غمغم الدكتور إدوارد أنت طبيب نفسي أليس كذلك؟ ابتسم رمزي في هدوء في حين أجاب نور في اهتمام بلى ولكن مناظرياتك يا دكتور جان تنهد الدكتور جان وقال في هدوء أنتم تعلمون بالطبع أن البذور التي تنقل إلينا من الأرض تغضع لفحص ودراسات وتعقيم خاص قبل ذراعتها في تربة القمر ولكن ما زلوا أن بذرة واحدة أفلتت من ذلك استمع إليه نور ورمزي في اهتمام وبدأ الحميس تسالل إلى صوته وويسطه لقد تدخلنا نحن في الطبيعة بالطبع وأقصد طبيعة القمر فصنعنا هذه القبة لتجمع بين صفات الأرض وتربة القمر ولقد أدى هذا إلى نمو المزروعات بالصورة خرافية ولكننا لم ندرس بعد ما يمكن أن يفعل هذا الإزدواج العجيب فيما يكروب أرضي مثلاً أو دودة صغيرة غمغم رمزي إلهي هدفت دكتور جين وقد بلغ حميسي الزرواتي هل رأيت كيف أفزعتك الفكرة؟ إن دودة أرضية صغيرة قد تتسالل لهنا من خلال إهمال بسيط أو على هيئة بيضة غير ملحوظة قد تتحول إلى وحش باشها تحت تأثير العوامل نفسها التي جعلت سنابل القمح القمرية تصل إلى ارتفاع عشرة أمطار ارتسمها القلق في ملامح نور ورمزي وغمغم الأول ولكن صفات هذا الوحش تبدو أقرب شبهاً بالثعابي هزت دكتور جين كتفيه وقال وهل ندرك شيئاً عن طبيعة تطور المخلوقات في طربة القمر؟ أعقد نور حاجبيه وهو يفكر في الأمر في عمق قبل أن يغمغم إنها نظرية بلغة الخطورة يا دكتور جين تمتم الدكتور إدوارد في سخط إنها نظرية حمقاء مرفوضة فلو أن الأمر كذلك لرأي أن التطورات عجيبة تحدث لهؤلاء المساجين الذين يعملون في طربة القمر منذ سنوات هاتفة دكتور جين محاولاً تأكيد نظريته هل تنكر أن معدل استهلاك الأكسوجين قد تزاد على نحو ملحوظ منذ ظهور هذا الوحش؟ هل يعني هذا أنه يستهلك الأكسوجين في شراها؟ أليس من المحتمل أن؟ وفجأة بترت دكتور جين عبارته وصرت في جسد الجميع كشعرير عجيبة وارتجفت قلوبهم في زعر مفاجئ وكان أكثرهم تأثراً بلا ريب هو نور فقد كان مبعث هذا التغيير الذي اعتراهم صرخاً صرخت رعب تحمل صوت زوجته سلوة قبل تلك اللحظة بخمس دقائق فقط كان محمود سلوة يفحصان الحفرة بأجهزتهم الحديثة حينما قالت سلوة في دهشة هيبدو أنها ليست مجرد حفرة صغيرة كما تصورنا يا محمود فالترددات الصوت التي أرسلنا خلالها والتي ارتدت إلى جهازي تؤكد أنها حفرة عميقة للغاية تنتهي بفراغ ضخم هناك شيء ما يجري داخلها أغمه محمود توطر وهو يتابع ما يرتسم على شاشة جهازي هذا صحيح يا سلوة ففحص الأشعة النافذة من الحفرة يبين كم هي عميقة ولكنني لا أجد فيها أي مصادر حرارية يمكنها أن تشير إلى وجود مخلوقات حية ولكن صبت لحظة وكأنه لا يصدق ما يرى قبل أن يستطر وهو يشير إلى مجموعة من الخطوط المتعرجة الواضحة على الشاشة لو أن أجهزتي لم تصب بالخلل فهذا لازل تسجله يخالف كل الدراسات ونظريات التي سجلت حول القمر منذ بداية عصر الفلك تطلعت سلوة إلى شاشة جهازه ثم هدفت في دهشة يا إلهي هذا صحيح إنه أمر مذهل بحق ثم أرضفت في انفعال لابد من إبلاغ نور لا شك أن هذا سيقفز بعقله إلى استنتاج بلغ الخطورة شارك محمود فعالها وهو يقول بلا شك دعينا نسرع بإبلاغه و قاطعهما فجأة صوته منتظم انبعث فجأة من جهاز سلوة فأدارت عينيها إليه في دهشة وهي تقول عجبا هذا الصوت لم تتم عبارتها فقد أسرع محمود يحتف هناك شيء ما يتحرق صعيدا إلى الخارج إنه يصدر قدرا بالغ الضقال من الطاقة الحرارية اتسعت عيني سلوة وهي تقول إنه يقترب يا محمود يقترب في بطء مخيف وكأنه وشحب وجهها قبل أن تستطرت في خفوت وكأنه يسحف كالأفع كان من الطبيعي أن يبتعد عن الحفرة في سرعة إلا أن الخوف والفضل العلمي جعلهما يتصمران أمام الحفرة وعيونهما تتعلق بحفتها وقلبهما ينبضان في قوة عنف وفجأة برز الوحش برز دفعة واحدة برأسه المخيف وعينيه الواسعتين بلون الدم وجسمه المغطى بالحراشيف القوية وتحارك لسان المشقو بين أنيابه في سرعة وصدر منه فحيح قوي وهو يدير عينيه بين محمود وسلو قبل أن يركزهما على وجه سلوة الذي بات شاحبا شديد البيض كالشامع وامتدت ذراعه البنية المخيفة ذات الأصابع الثلاث التي تنتهي بأطفال حد قوية نحو السلوة في بط وهنا فقط انتزعت سلوة نفسها من زغولها ورعبها وارتجف جسدها كله في زعر هائل وانطلقت من بين شفتيها صارخة رعب قوية صارخة تعلن أن وحش سجن القمر قاد عيد الدليل لم تكاد صارخة سلوة تصل إلى مسامع نور حتى وجد نفسه يندفع بأقصى ما يملك من سرعة وقوة وينتزع مسدسه الليزيري ويخترق الممر الطويل الذي يفصل حجرة الملماء الثلاثة عن الباب الخارجي كرصاصة حتى أنه وصل إلى مزرعة سجن القمر قبل أن يتحرك أحد الحراس خطوة حدة وتصمر النور في ظهول وهو يتطلع إلى ذلك المشهد الذي بدى له بالغ البشاعة والغرابة لقد كانت سلوة تتراجع في رعب بعيدا عن المخلوق البشع ومحمود يحاول حمايتها في بسالة على الرغم من ضغالة جسده في حين غادر المخلوق الحفرة وبدى مخيفا وهو يسحف بنصفه السفلي الشبيه بذلك ثعبان أو سحلية ضخمة من سحال ما قبل التاريخ في حين انتصب نصفه العلوي إلا ارتفاع يناهز المتر ونصف المتر وهو يشبه النصف العلوي للبشر في تكوينه التشرحي فيما عدد ذلك اللون البني الداكن وتلك الحراشيف القوية والأزرع التي تنتهي بثلاث أصابع حد طويلة لقد كان ذلك الوحش مزيجا مخيفا من البشر والسعابي مزيجا قاتلا وانتزع نور نفسه من زهوله وشمئزازه انتزعه خوفه على زوجته وانطلق نور يعدو نحو زوجته ورفيقه محمو في نفس اللحظة التي انحنى فيها الوحش محاولا التقاط جسد سلوى وكادت ذراعاه تحيطان بها بالفعل لو لأن وصل نور في تلقى اللحظة وانطلقت أشعته الليزارية لتصيب الوحش في رأسه وتنعكس عن حراشيفه القوية بومد هائل وانتزع نور زوجته من أمام الوحش وحمله بين ذراعيه ويعدو بها مبتعدا في حين هتفت هي نور حمد لله حمد لله وكأنما استنفد وصول نور آخر ما بقى لها من طاقة فخرت مخشيا عليها بين ذراعيه ولحق به من محمود وهو يهتف في مزيج من الزهول والانفعال وجسده كله ينطفت في قوة لقد كاد يقتنسها ذلك الوحش البشع كاد يختطفها لم يجبه نور بكلمة واحدة تعلق بصره بالحراس السوفيت وهم يحاصرون الوحش ويطلقون عليه أشياء بناطق من لزرية في شجعة والوحش يطلق فحيحه المخيف ويضربهم بذيل في قوة ويلوح بكافيه المخيفتين في وجوههم ثم تراجع إلى الخلف إلى حيث الحفرة واندفع فجأة ليحيط أحد الحراس بذراعيه وأخذ المسكين يطلق صرخ خطرع وألم هائلة والوحش يجذب معه إلى الحفرة وزملائه يحاولون في يأس إنقاذه وقد أعجزهم عدم جدوى أسلحتهم أمام حراش في الوحش الصلب القوية ودوت فجأة شهق قوية من خلف نور فالصدارة ليجد العقيد فاسيلوف قاحد العينين فغيرا فاه يحضق فيما يحدث في زهور وهو يهمهم بكلمات روسية لم يفقه نور منها حرفا واحدة والتفت نور فجأة للحراس وصحبهم على العينين صوبوا على العينين ولكن الوحش بدأ وكأنه قد فهم عبارة نور فقد أسرع يدير ظهري إلى الحراس حيث تتكاثف حراشيفه القوية الصلبة وتحرك في سرعة إلى الحفرة وأطلق فحيحا عاليا مخيفا قبل أن يختفي فيها مع ضحيته التي أطلقت صرخة رعبة هائلة قبل أن يسود الصمت التام المكان وظل الجميع لحظات يحضقون في الحفرة وقد بدأ سكون المكان أشبه بمقبرة مهجورة خالية قبل أن يشق صوت نور الحاد ذلك السكون وهو يلتفت إلى فاسيلوف قائلا في حدة ها هو ذا الدليل يا سيدة العقيد الدليل الذي تنشده وحمل صوته سخته وغضبه وهو يردف في سرامة الدليل الذي انتزع ضحية ثانية من رجالك هذه المرة واختفى توارد وجهه فاسيلوف وشحبه لأول مرة ولكنه لم ينطق بكلمة لم ينطق بكلمة واحدة أمام هذا الدليل القوي تحرك فاسيلوف في حجرته بعصبية واضحة وقد احتقن وجهه في شدة وأخذها يلوح بذراعيه بين الحين والآخر ويرغي ويثبت بكلمات روسية غير مفهومة وإن بدأ السخط واضحا في نبراتها فحين تجاهله نور ومحمود تماما وولي وجههما شطر رمزي الذي يعمل على إسعاف سلوة حتى فتحت هذه الأخيرة عينيها وتطلعت إلى وجوههم في رعب قبل أن تهتف أين أنا؟ هل مضى ذلك الكابوس البشع؟ احتوه زوجها نور بين ذراعيه وربط على رأسها في حنان وهو يقول نعم يا عزيزتي لقد مضى ذلك الكابوس غمهم رمزي في خفوت ليت كلماتك تتحول إلى حقيقة يا نور توقف فسيلو في هذه اللحظة عن الهمهمة بكلماته الروسية وهتفه باللغة الإنجليزية التي يجدها الجميع إنها خدع خدع متقن ولا شك أعقد نور حاجبيه وهو يقول في ضيق أما زلت تصر على ذلك؟ على الرغم من قطعوا فسيلوف في حدة؟ على الرغم من ماذا؟ هل خدعكم ظهور هذا الوحش الخرافي؟ هاتف رمزي في دهشة ولكننا رأيناه جميعا يا سيد فسيلوف زنجر فسيلوف وهو يقول في حدة هل عقد فسيلوف يا فتى؟ أو رفق فسيلوف هلا يوجد سادة هنا؟ ثم عادة استطرت في حماس نعم لقد رأينا جميعا شيئا يصرع الحراص ويخطط في أحدهم ثم يفر وكان من الطبيعي في غمرة الفزع والتوتر أن نتصور أنه مخلوق حي ولكن الحقيقة تخالف ذلك فهذا الذي رأيناه مجرد وهو ترى عبارتي فجأة ودهرب عيني في وجوههم قبل أن يردف في صلابة مجرد وحش آلي هاتف محمود في دهشة وحش آلي ولكن قطعوا فسيلوف فعال ولكن ماذا؟ قل لي يا خبير الأشعة هل سجلت أجهزتك أي بث حراري قبل ظهور هذا الوحش؟ رفع محمود حاجبي في دهشة وهو يغمغم لا فيما عدا بث بالغ الضآلة قبل ظهوره مباشرة تهللت أسرير فسيلوف وهو يقول هل رأيت؟ إنه البث الصادر عن أجهزة الألية في حزب اعتدل النور وعقد حاجبي في شدة وهو يقول ما نظرياتك بالضبط يا سيدة العقيد هدف فسيلوف وهو يلوح بذرعي في قوة هل تعلموا لماذا أعترض دائما على نظام هذا السجن؟ لأن المسؤولين أرخوا القيود تماما لهؤلاء المساجين الملعين حتى أنه أصبح بقدراتهم العمل في معامل خاصة كانوا من الطرفية وهذه المعامل للأسف تضم من الأجهزة الحديثة ما يسمح لهؤلاء الأوغاد بصنع وحش آلي كامل دون أن يشعر مراقبهم بذلك ومدامه ككل مجرم العالم يسعون دوما للفرار وقد صنعوا هذا الوحش الآلي ورشو حارسكم فريد ليكتب صديقي هاني إلى المزرعة ويطرح الوحش الآلي يفترسه ثم يشيع هذه القصة قال النور في حدة ولكن هؤلاء المجرمين كانوا يخضعون لاستجواباتك القصية حينما ظهر الوحش للمرة الثانية ابتسم فسيلوف ابتسم شارسة وهو يقول لست أقصد هؤلاء الأوغاد الأربعة فقط بل كل المساجين أيها الرائد شحبه وجه نور لأنه يعلم ما يعني ذلك بالنسبة للمساجين وهما في اعتراض أنت أيضا لا تملك دليلا على نظرياتك هذه أيها العقيد ابتسم فسيلوفي السخرية وهو يقول هل تظن ذلك؟ ثم برقت عيناه وهو يميل نحو نور مستطردا هل تذكر ماذا حدث حينما صرخت في الجنود تطلب منهم التصويب على العين الوحش؟ لقد أسرع يستدير ليفوت عليهم هذه الفرصة حتى لقد بدل الجميع وكأنه قد فهم صيحتي ولكن الحقيقة غير ذلك أيها الرائد لقد سامع المجرم المسؤول عن تحرك هذا الشخص الألي صيحتي وقام بتوجيهه من بعيد بوسط جاز خاص ألا يبدو ما أقول أكثر منطقية؟ بدأ نور شاردا وهو يستمع إليه ثم لم يلبث أن خفض عينيه وهو يقول في استسلام يبدو أنه لمفر من الاعتراف بأن نظرياتك هي الأقرب للصواب يا سيادة العقيد بركة حين فاسيلوف في زاه وظافر وقال في قوة هذا أفضل أيها الرائد ففاسيلوف لا يخطئ أبدا أبدا نطق فاسيلوف بعبارته الأخيرة في غطر صوازاه بالغين حتى أن سلوى صحت فجأة في حدة بل أنت مخطئ على طول الخطة أيها العقيد المقرور رمقها فاسيلوف بنظرة نارية وهو يقول في برود هكذا وما دليلك على هذا القول الأخرق أيها المصرية ارتكح له سلوى فلم تستطع التفوه بحرف واحد في حين هدف محمود فجأة هناك دليل بالفعل دليل قوي ثم التفت إلى نور وسترد في حميس لقد كنا نفحص الحفرة يا نور قبل ظهور الوحش فوقعنا على كشف خطير سيغير كل النظريات والدراسات المعروفة عن القمر جعلت لهجاتي الحماسية الجميع يحضق فيه في دهشة في حين هدفت سلوى يا إلهي هسي صحيح كيف نسينا ذلك؟ ثم أسرعت تردف لقد قلنا نفحص الحفرة حينما كشفنا أنها شديدة العم وتنتهي بفجوة بلغة الضخامة ثم التقطت أجهزتي صوتا عجيبا أيده الفحص الإشعاعي الذي قم به محمود سألها نور في الفعال ماذا وجدتم يا سلوى؟ هتف به محمود نهر يا نور نهر يجري في أعمق القمر اتسعت عين الجميع في زهول أمام هذا الكشف العجيب وهتف نور هل أنتم واثقان؟ أومأ كل منهما برأسه إجابا في قوة فتهللت أسارير نور وهو يهدف يا إلهي هذا هو الدليل الذي كنت أنشده غامغام فسيله في صخت هالدليل على ماذا أيها الرائد تألقت عين نور ببريق عزم قوي وهو يقول الدليل على وجود الحياة أول دليل على وجود حياة على سطح القمر أيها العقيد المستحيل رانا صامت ما شو بالزهول إثر عبارة نور حتى هتف فسيله في صخت واستنكار أي قولة أحمق تقول أيها الرائد إن الإختبارات والدراسات تجرى على القمر منذ أكثر من نصف قرن ولم يجرؤ عالم واحد على نطق بتلك الحمقات التي تلقي بها بهذه البساطة قالوا نور في جزل لأن أحدهم لم يخترق قلب القمر ويصل إلى دليل الحياة الوحيد فيه هتف فسيله في حنق أي دليل هذا تألقت حين نور وهو يقول الماء يا سيدي الضرور الوحيدة التي اتفق عليها العلم والدين لوجود الحياة في أي كوكب أو تابع لقد بحث العلماء ودرسوا ومحصوا سطح القمر والفجوات التي أحدثتها عليه نيازك ولكن أحدا لم يتصور أن يرقو الدليل الحياة في جوف القمر لا على سطحه صح فسيلوف في حدة ولكن هذا مستحيل فالجاذبية على القمر لا تسمح بجرين الأنهار افتسموا نور وهو يقول وماز عن الجاذبية في أعماقه لوح فسيلوف بذراعي في قوة وهو يقول لا فارق هتف محمود كيف يا سيدي إن الجاذبية تتزايد بالتأكيد كلما اتجهنا للمركز صرخ فسيلوف هراء لن يمكنكم إقناعي أبدا بوجود مخلوقات حية على سطح القمر هتف نور بل في جوفه يا سيدة العقيم أخذ فسيلوف حاجبي في شدة ثم لوح بكفيه هاتفا هراء افتسموا النور وهو يقول بل حقيقة يا سيدة العقيم والتفت إلى رفاقه وكأنما يحادثهم وحده قائلا لقد كانت الحية موجودة دوما في قلب القمر يا رفاق حول مجرد ذلك النهر في الأعماء ربما كانت الحية على شكل هذا الوحش الذي رأينا جميعا أو أنه أحد الوحش المفترسة في هذا العالم القمري سألته سيلوفي حيرة وكيف يمكنك أن تكون واثقا حكذا يا نور هذا يقول في حماس الماء يا سلو مدام الله سبحانه وتعالى قد خلق الماء فهو لم يخلقه أو يوجده هنا عبثا وإنما لتحيا به مخلوقاتها للقمر ثم إنه هناك نقطة أخرى وهي الزيادة في استهلاك الأكسوجين لقد تصورت في البداية أن ذلك النقص ناشئ عن وجود الفجوة التي ظننت أنها تعبر القبة الزواجية من خلال نفق يقود إلى خارج سجن القمر حيث لهواء إلا أن هذا لم يكن صحيحا حتى من وجهة النظر العلمية فلو وجدت مثل هذه الفجوة الضخمة بين داخل وخارج قبة سجن القمر لن تزعت كل الأكسوجين الموجود في السجن في لحظة واحدة نظرا للفراغ الرهيب خارج القبة ولكن هذه الزيادة في الاستهلاك نشأت في الواقع من زيادة عدد المستهلكين وأقصد بذلك وحش القمر وباقي مخلوقاته الأخرى التي تحيا حول نهري غمغم فاسيلوف في حنق وبما تباري الفرار الوحش من الرجال ومنعهم من التصويب إلى عينيه بهتانور للسؤال المفاجئ وعقد حاجبيه مفكرا ثم غمغم في خفوط ربما يجيد لغتنا أطلق فاسيلوف دحكة ساخرة مجلجلة لدى سامعي هذا القول ثم قال افتهاكم واضح لما لا تقول أيضا إنه أثر التفاوض معنا وعقد معاهدة سلام لا من أجل اختطاف الحراس والتهمه ظهر الغضب على وجه نور وقال في حدة ربما وهناك على أي حال وسيلة مثالية لإثبت ذلك إنحنى فاسيلوف إلى الأمام وتألق باريق ساخر في عينيه وهو يقول وكيف أيها البطل اعتدل نور في وقفته وظهر الدلائل الحزم والعزم في ملامحه وظهر ببصري في وجه رفاقه لحظة قبل أن يقول في سرامة بأن نلق الحفرة ونصل إلى نهر القمر الداخلي اتسعت عيني الجميع في دهشة حينما نطق نور بهذه العبارة وهتفت سلوى في استنقار ماذا تقول يا نور هل تريد من أن نلقي أنفسنا بين براث وحش القمر قال نور في سرامة وحزم إنها الوسيلة الوحيدة لحل غموض اللغز وإثبات صحات استنتاج يا سلوى هتف محمود ولكنه نوع من الانتحار انتقل كل عناد نور وصلبتي إلى صوت وهو يقول في شموخ إنه واجبي يا محمود تبادل جميع نظرة القلق والحيرة في حين أرضف نور وهذا لا ينطبق عليكم يا رفا فأنتم مدنيون لكم الحق في رفض أو قبول أية مهمة أما أنا فلست أملك ذلك فأنا أؤدي ما أكلف به في حازم غمغم يا رمزي حتى لو أدى ذلك إلى مصرعك تنهد نور وقال في صلابة وحماس نعم يا رمزي كل شيء يهون من أجل مصر نقلت عباراتي الأخيرة حماساتي إلى كلوب الجميع فهتف رمزي ولن نكون أقل تضحي منك يا نور سأرافقك إلى هناك وهتفت سلوة وأنا لن أفارج زوجي أبدا في حين تخضب وجه محمود بحمرت الخجل وهو يغمغم هأظن أنكم تحتاجون إلى خبر أشعة أليس كذلك ابتسم نور وهو ينقل بصره بين وجوه رفاقه في امتناء ثم أضر عينيه إلى فسلوف وقال في حازم هل سمعت يا سيدة العقيد سيخترق الفريق قل له تلك الفجوة إلى قلب القمر ثم أرضف في صرامة وسنعود بدل القاطع أو لن نعود أبدا وداع الأبطال زفرت سلوة في قوة وهي ترتدي ملابس الفضاء الخاصة وقالت في حنق أمن الضروري أن نرتدي تلك الثياب ونحن نبدأ رحلتنا يا نور ابتسم وهو يقول نعم للأسف يا زوجتي العزيزة فلا تنسي أننا ننطلق إلى مكان مجهول وقد يقودنا إلى سطح القمر أو إلى منطقة تحمل نفس جو القمر ومن حسن الحظ أن الثياب الفضاء في عصرنا هذا رقيقة خفيفة وليست كثيفة ثقيلة كثية بالفضاء في القرن العشرين زوت ما بين حاكبيها دون أن تنطق بكلمة وأكملت ارتداء ساو بها الفضائي اللامع قبل أن تغمغم هيبدو أنني أرتجف فأنا أكد صعوبة في أحكام الساو فظلع إليها نور في حنان وإشفاق وقال أعلم أنها رحلة بلغة الخطورة يا عزيزتي ولكنها وسيلتنا الوحيدة للوصول إلى ما نبتغي مطت شفتيها وهي تقول أعلم هذا يا نور أعلم هذا التقط كل منهما خوزته الزجاجية وعونها نور على إحكام ثوبها ثم صار كل منهما إلى جوار الآخر في الصمد حتى التقي برمز ومحمود في ثوبيهم الفضائي وصار الأربعة جنبا إلى جنب عبر الممر الطويل وانعكست أضواء الممر على ثيابهم فالتمعت وبدوا كأربعة من أبطال الأساطير في طريقهم إلى رحلة طويلة رحلة إلى الموت كانت دهشة نور وفريقه عظيمة حينما وجدوا فاسيلوف ورجاله التسعة في انتظارهم أمام الحفرة المخيفة وهم يرتدون زي المناسبة الخاصة والموشة بخيوط الذهب والمزين بالأزرار اللامعة زي تالبريق الأخاص وقد نصبوا على ما يمصر والاتحاد السوفيتي جنبا إلى جنب إلى جوار الحفرة ولم يكاد فاسيلوف يراهم حتى صح في قوة انتباه وارتفع ضوية أقدام الجنود ويتستق بعضها ببعض في أن واحد ورفع كل منهم يده إلى رأسه في تحية عسكرية قوية وهم يقفون منتصب القامة كما يحدث في الاستقبالات الرسمية حتى فاسيلوف رفع يدي بالتحية العسكرية في احترام ثم مدها يصافح نور في قوة وأشار إلى مجموعة أشياء مرتبة في عينيه وهو يقول لقد أعددنا لكل منكم مصباحا ضوئيا صغيرا ومسادسا لزريا وعلبة من الأطعم الفضائية المحفوظة كان يتحدث في لهجة راقيقة تحمل الكثير من الاحترام حتى بدأ وكأنما تحول إلى رجل آخر ويبدو أنه قد لاحظت دهش على وجوههم فابتسم فيه هدوء ويما مواجهه شطر نور وهو يعقد كفية خلف ظهره قائلا فيه هدوء قد يختلف كل مننا مع الآخر في رؤيته للأمور ووسائل تنفيذه لها ولكنني واثف من أن كل مننا يسعى للهدف نفسه ألا وهو أقامة العدالة والعمل على رفعة الوطن وانتعرض أسلوبانا تماما ولكنني على أي حال رجل عسكري أحترم الشجع والإصرار والثقة بالنفس حتى في قلوب الأعداء أدهشت كلماته الفريق فلم تكن تحمل صلفه وكبريائه المحتادين ولقد بدت له بابتساماته صافية ودودا وهو يصافحهم قائلا في حرارة أتمنى لكم التوفيق ثم اترجع خطوة ورفع يدي بالتحية العسكرية وبدله إياها نور بابتساماته صافية ثم هبط إلى الفجوة وتبعه رفاقه بلا تردد وظل فاسيلوف رفع يده إلى رأسه حتى اختفى آخرهم في الفجوة ثم أعداه إلى جواره وهو يغمغم في أسف وداعا أيها المسريون وداعا أيها الأبطال كانت الفجوة تزداد تسهعا كلما تعمق فيها أفراد الفريق الذين أخذوا يتقدمون في حضر بالع وهم يضيئون طريقهم بمصابحهم الضوئية ويتأملون المكان حولهم مجدوهين مبهورين كان النفق الذي يهبطون به أجبه بسخور الجرانيت كانت الفجوة تزداد تسهعا كلما تعمق فيها أفراد الفريق الذين أخذوا يتقدمون في حضر بالغ وهم يضيئون طريقهم بمصابحهم الضوئية ويتأملون المكان حولهم مجدوهين مبهورين كان النفق الذي يهبطون به أجبه بسخور الجرانيت تسري في جوانبي حروق براقة من مادة أشبه بالفضة تتألق في قوة حينما تسقط عليها أدواء المصابيح وكان النفق نفسي يتسع على نحو منتظم حتى بدأ أشبه ببوق ضخم ومدى الدقائق وهم يهبطون في صمت حتى لاح لهم ضوء خافت يأتي من نهاية النفق فغم مانور يبدو أننا نقترب من الهدف يا رفاق لم ينطق أحدين بكلمة وإن سرت في جسد كلا منهم رعدة قوية وخيالهم يسبح محاولا تخيل ما ينتظرهم عند ذلك الضوء الذي أخذ يزداد سطوعا مع تقدمهم حتى أصبح بإمكانهم إطفاء مصابيحهم والرؤية في وضوح فهدف محمود في فضول من أين يأتي هذا الضوء يا ترى؟ أجبه نور وهو يواصل تقدمه لا تتعجل يا محمود سيتضح لنا كل شيء عم قريب وربما بترى نور عبارة فجأة وأعقبها بشاقة قوية تشوف عن دهش عرمة حينما وصل إلى نحيط النفق وتصمر في مكانه مجدوها مما جعل الرفاق يتدفع لمشاركته رؤية ولم تكد أبصارهم تقع على ما أدهشه حتى شهل كل منهم بدوره واتسعت عيونهم في أعمق القمر ذلك التابع الصامت الخادع لكوكب الأرض والذي أكدت النظريات والدراسات خلوه من أية أثار للحياة لقد رأوا أجمل حديقة في الكون كله كانت تمتد أمامهم إلى ما لا نحي حديقة رائعة التكوين والتنصيق تنتشر فيها أظهار شفافة ملونة لها باريق ساحر كأنها مصنوعة من الماس النقي وأوراقها تبرق الذهب وتومد كالمصابيح الملونة ومن أسفلها تنتشر حشائش فضية تتميل في نعومة وهدوء على الرغم من عدم وجود أي مصدر هوائي وفي منتصف الحديقة القمرية الساحرة تماما يتضف الجدوى الصغير تتموج مياه الخضراء الصافية وتنساب في نعومة ورقة والنفق نفسه تحول إلى فراغ هائل ترتفع جدرانه عالية وتتقاطع فيها تلك العرق الفضية التي ينعكس عليها طوء الزهور الماسية لينعكس مضيئا المكان كله وخفق قلب سلوه من فرط الإنبهر والنشوة وغاب عنها ذلك الغرض المخيف الذي هبطوا من أجله إلى القع القمر أمام جمال المشهد الساحر وفغر محمود فاه في انبهار وغمغم رمزي مجدوها سبحان الله يبدأ الخلق أينما يشاء وكيفما يريد مضت لحظات وهم يتأملون في المكان في نشوة قبل أن يغمغم النور مأقوذا هي للعجب كيف ينمو وحش بشع كهذا وسط جمال الساحر هكذا انتسعتهم عبارة نور من زهورهم ونشوتهم وقال رمزي ربما لا يبدو له ذلك المشهد جميلة هزه نور رأسه وهو يغمغم كل شيء ممكن يا رمزي كل شيء ممكن وفجأة لم يعد أحد منهم يشعر بجمال المشهد الساحر فلقد ارتفع من خلفهم فجأة فحيح مخيف واستدوروا بالتفاتة رجل واحد ليجدوا أنفسهم أمام ذلك الذي جاءوا من أجله أمام وحش القمر كانت تناقض واضحا وعجيبا ما بين جمال الخضيق الغناء وبشعة الوحش الذي انتصبه بنصفه العلوي أمامهم وهو يبرز أنيابه الحد المخيفة ويحضق فيه بههم بعينيه الواسعتين الحمروين في لون الدم ويزدر فحيحه المزاج المخيف الذي جعله أجبه بثعبان الكبرى خاصة حينما ترقص نصفه السفلي الشبيه بذل ثعباء قبل أن يرفع زراعيه نحوهم ويتقدم منهم في بط وتراجع الجميع في خوف وأشار نور إلى رفاقه بزراعه اليسرى يدعوهم للإبتعاء في حين أخرجه مسدسه الليزري وصوابه إلى رأس الوحش وفجأة تحرك ذيل الوحش السعباني ولطم مسدس نور فتوحبه بعيدا أعلى الرغم من قبضة نور القوي ثم صدر إليه وهو يطلق فحيحه المخيف امتلأ قلب سلوة بالفزع وأطلقت صرخ جزعة في حين أطلق رمزي ومحمود مسدسيهما الليزريين على الوحش الذي أطلق فحيحه القوي وهجمهما في شراسة فمزق سترة محمود الفضائية وجزءا من ذراعه بمخالبه ولطم رمزي لطم قوية بزيله ألقته وسط الحديقة الماسية ثم التفت إلى سلوة التي سقط مسدسها الليزري من يدها من فرط الرعب وهي تتراجع في فزع وقفز النور يلتقط مسدسه الليزري أطلق أشاعاته في سرعة محاولا إصابة الوحش في عينيه ولكن الوحش لطمه بزيله القوي وألقى بعيدا ثم انقض على سلوة وحملها بين ذراعيه في قوة وأطلقت المسكينة صرخة رعب ثم غابت عن الوعي وأمام أعين أفراد الفريق وعلى رغم صرخات نور الملتعة وهو يهتف باسم زوجته انطلق الوحش يسحف في سرعة حاملا فريساته واختفه في كهف قريب مطاردة في أعماق القمر انتفض قلب نور في قوة وهو يهتف بكل ما يحمله في أعماقه من ألم ومرارة يا إلهي كلا ليس سلوة وقفز ملتقط مسدسه الليزري وانطلق يعد بكل ما يملك من قوة خلف الوحش حين هتف رمزي كلا يا نور كلا ولكنه وعلى رغم من هتافه التقط مسدسه الليزري وأسرع خلفه وتبعهما محمود دون تفكير وسرعان مغاب الثلاثة في أعماق الكهف المظلم لقد أنسهم خوفهم بشاعة ذلك الوحش المراب خوفهم على سلوة وعلى ضوء مصابيحهم اندفع الثلاثة يرقدون داخل الكهف وقلوبهم ترتجف قلقا عليها حتى انتهى بهم المطا فعند نقطة يتفرع فيها الكهف إلى أربعة اتجاهات وهتف نور يا إلهي في أيها اختفى ذلك الوحش ثم أخذ يفحص أرض الكهف بمصباح في سرعة وتوتر قبل أن يشير إلى أقصى يصار ويتف في حدة من هنا الأثر تؤكد أنه قد زحف من هنا انطلق الثلاثة يشقون طريقهم داخل الكهف الفرعي الذي أشار إليه نور حتى وصلوا إلى منطقة فسيحة أشار رمزي إلى نهايتها هاتفا أنظروا هناك إنها سلوى أسرع الثلاثة لحيث ترقود سلوى فقد الوعي فوقه مصطبة حجرية مصقولة في عناية وقد تحطمت خوزتها الزجاجية وتحسسها نور في جزع وهو يهتف هل قتلها ذلك الوحش؟ حسره رمزي في سرعة ثم تناهد في ارتياح وهو يقول كلا يا نور إنها لقيد الحياة غمه ومحمود في صوت شديد الشحوب أعتقد أنها أول من يصل إلى هنا حيا التفت إليه نور ورمزي في دهشة ثم تسعت عونهما في زعر حينما وقعت على ما أظهره ضوء مصباحي على هيكلين عظميين بشريين يرتدي أحدهما بقياسي ابتقى بالحراسة المصرية الأزرع وتلتصق بعظام الآخر بقايا من ثوب طاقم الحراسة السوفيتي فغمغم رمزي في شحوب يا إلهي إنهما الحارسان لقد التهمهم عن آخرهما أشاح نور ببصره وهو يغمغم في شمئزاز وألم يالبشاعة وفجأة هتف محمود يا إلهي كيف لم ننتبه لهذا ثم نزع خوزاته واستنشق الهواء في عمق وهو يقول لقد تحطمت خوزة سلوة ولكنها لم تموت وأنا تمزقت سطرتي الفضائية دون أن أشعر بأي تغيير ونحن نسير ونركض على نحو طبيعي كما لو كنا على كوكب الأرض مع أننا قد غادرنا سجن القمر ومن المفروض أننا الآن في مناخ قمري حيث تصل الجاذبية إلى السودس وينعدم الأكسوجين في الهواء هاتف نور في دهشة؟ يا إلهي هذا صحيح إن هذا المكان يخالف طبيعة القمر تماما إنه يبدو كأنه وصمت فجأة قبل أن يصدرت في تردد كأنه قد أعد بسرص عي سأله رمزي في دهشة ماذا تعني يا نور؟ عقد نور حاجبيه مفكرا ثم لوح بكافي قائلا ماذا لا تصورنا أن القمر في سبق عهده لم يكن كما هو الآن وأنه كان كوكبا تابعا لكوكب الأرض له جاذبياته ومناخه وغلافه الجوي ثم أصابته بعض العوامل التي جردته من غلافه الجوي كما يحدث الآن على كوكب الأرض مما اضطر المخلوقات لا اتحي على سطحه إلى صنع مكان ملائم المعاشتها في بطن القمر ووصلت حضرتها فيه غمغم رمزي نظري معقولة ولكن قطعته صيحة مفاجئة من محمود وهو يهدف مهلا يا رفاق لقد أنستنا غرابة الموقف أن وحش القمر ما زال حرا طليقا وربما كان يتربز من الآن أهقد نور حاجبيه في قوة وتلفت رمزي حولي في قلق وهو يغمغم هذا صحيح ولكن أين هو؟ جاءتهم الإجابة على هيئة فحيح انبعث من مدخل الكهف فصدر إليه السلسة في سرعة وقعت أضوأ مصابحهم على وجه الوحش البشع وهو يبرز أنيابه المخيفة والتقط من الأرض صخرة ضخمة يرفعها عاليا ثم يلقي بها نحوهم في قوة لقد حصلنا على الاعتراف يا سيدة الرافيق العقيد رفع فاسيلوف عيني في بط تطلع إلى الحارس الذي نطق بازي العبارة ثم تنهد ومتشفتيه وهو يسأل في هدوء أي اعتراف؟ رفع الحارس حاجبي في دهشة وهو يقول اعتراف المسجونين الأربع أيها الرافيق العقيد لقد اعترفوا بما طلبنا منهم بعد أن اقنعتهم وسائل الاستجواء عاد فاسيلوف يمتشفتيه وهو يغمغم في حزن اعترفوا بما طلبناه منهم ثم التقط كأس الفوديكا الموضوع أمامه وألقاب محتوياتها في حلقه دفعة الوحدة في حين سأله الحارس في اهتمام هل نرسل الاعترافات للقيادة يا سيدي؟ عقد فاسيلوف حاجبيه وهو يقول في سرامة بل مزقها والقبها في أنبوب شفط الفضلات هتف الحارس في دهشة مزا؟ صاح فاسيلوف حدة افعل كمع مرتق وأعد هؤلاء المساكين الأربعة إلى حجرتهم وأقدم لهم كل ما أطلبونه وسأذهب بنفسي لأقدم لهم الاعتذار المناسب تجلت الدهشة بكل صورها على وجه الحارس إلا أنه أومأ برأسه إجابا وأدت تحية العسكرية في احتراء ثم ذهب لينافذ الأوامر في حيرة في حين نهد فاسيلوف من خلف مكتبه ووقف يتطلع إلى الحفرة الصامتة من خلف زواج نافذة حجرته ثم لاحى الأسف والحزن في قسماته وهو يغمغم لقد كنت على حق أيها الرائد المصري حتى الملائكة يمكنها أن تعترف بالخطيئة إذا ما تعرضت لهذا الاستقواب الوحشي إنه وسيلة عقيمة عقيمة للغاية وتنهد في أسف قبل أن يستطرق البطولة الحقيقية هي أن يفعل مرء ما فعلت أنت ورفاقك ويخاطر بروحه ونفسه في سبيل ما يؤمن به لا أن يسوم العاجزين العذاب وتعلق بصره بالحفرة وهو يهتف من أعماقه عد حيا بالله عليك أيها الرائد المصري عد لطرف سيلوف الجديد الذي أعادت إليه شجاعتك أدميته عد أيها البطل دفع النور رمزي بعيدا وكفزه وجانبا متفاديا الصخرة الضخمة ثم هتفه وهو يقفز إلى يمين الوحش حاول محاصرته وصوب على العين المباشرة أطلق أنت من اليمين يا رمزي وسأطلق أنا من اليسار وليطلق محمود من المنتصف تباعدوا ليصنعوا نصف دائرة أحاطت بالوحش الذي أخذ ينقل بصر بينهم في حضر وهو يطلق فحيحه المخيف ثم ضار حول نفسه فجأة ليتلقى أشعة مسدساتهم في ظهري القوي المغطى بالحراشيف وانعكست الأشعة عن ظهري وتألق الكهف بضوء قوي لانعكاسها في حين لطمه بزيله رمزي وأداره ليلتم محمود وانحنى موليان ظهره لنور والتقط مسدسيهما الليزاريين وهشمهما بأصابع الثلاث في بساطة كأن كل منهم مصنع من الورق المقوى والتفت إلى نور الذي صوب مسدسي إلى عينه اليسرى واطلق أشعته وصرخ الوحش في قوة حينما اخترقت الأشعة عينيه اليسرى التي انفجرت في صوت مسموع وتناثر منها سائل أصفر داكن وبدت صرخاته أشبه بمزيج من خوال الثور وفحيح الأفعى ولكنه لم يسقط بل تحرك في السرعة ضاعفها الألم وزادها شراسة فلطم نور بزيله الحرشوفي القوي ثم اختطف مسدسي وحطمه في قوة وألقاه بعيدا وانقض على نور واتسهت عين رمزي ومحمود في رعب حينما رأوا نور بين زراعي الوحش يحاول مقاوماته في بأس ويأس وانياب الوحش السامة تندفع إلى عنقه بلا رحمة رأى نور الموت يقترب منه في انياب الوحش الحادة السامة وصار أقرب ليه من حبل الوريد ولكن سطع في الكهف فجأة ضوء ورد عجيب أطلق الوحش تلك الصرخة التي تجمع بين خوار الثور وفحيح الأفع ثم ترخذ ذراعه حول جسد نور وترنح لحظة قبل أن يهوي جثة همدة وتطلع نور ورمزي ومحمود في زهول إلى الوحش الصريع غير مصدقين نجاتيه من براثنه ثم هدف رمزي ماذا حدث؟ كيف لقى مصرعه هكذا؟ ومسير ذلك الضوء الوردي؟ أجبه صوت عزب يفيد بالرقة والدعى والهدوء القتل شيء بغيض يا ولدي ولكنه يتحول إلى أمر حتمي حينما يكون هدفه إنقاذ ضحايا أبرياء التفت الثلاثة إلى مصدر الصوت في دهشة ثم تسعة عيونهم في زهول وانبهار لقد كان يقف أمامهم ملاك أو هو أقرب المخلوقات شبها بالملاك كما تصوره بن البشر مخلوق بالغ الروع والجمال تحمل ملامحه أسماءات الرقة والوسامة والودعى بشرته بيضاء في لون الشمع ويرتدي ثوبا أبيض اللون من خيوط لامعة في هدوء وخلف ظهره برز جناحان كجناحي حمام بيضاء ضخمة وكان يبتسم في هدوء بفمه البالغة الدقة الذي بدأ كثقب صغير وسط وجهه وبدأت عيناه شففتين في صفاء وهو يستطرد أمام دهشة من العارمة مرحبا بكم وحمد لله على نجاتكم من البندريوس أنا فان واحد من شعب القمر المسالب ولم يتلقى فان جوابا فقد كان الظهول يملأ قلوب الجميع عشرات المخلوقات الشبيهة بالملائكة أحاطت بنور ورفقيه ودون تبادل كلمة وحدة أخذ بعضهم يسعفون سلوى في رقة وعناية بلغتين في حين أخذ أحدهم يدهم زراع محمود المصابة بدهان عطر ناعم ثم يحيطها بأربطة رقيقة في لون الورد وابتسمى فان تلك الابتسامة العذبة الوديعة وهو يقول لنور في لهجة أقرب إلى الاعتذار لقد كان من المؤسف أن يفر البندريوس من سجنه ويلحق بكم كل هذا الأسى لقد كان آخر تلك المخلوقات المفترسة وكنا نحتفظ به لدراسات في حزب لم نكن نتصور أنه من الممكن أن يفر ويصنع كل هذا تطلع إليه نور ورمزي ومحمود في دهشة عرمة وسأله نور في لهفة من أنتم؟ ازدادت ابتسامة فان رقة ودعه وهو يقول سيجيبكم الحاكيم الأكبر على كل أسئلتكم حينما نذهب إليه سأله محمود في دهشة أي؟ أشعر فان إشعر مبهمة وهو يقول هناك في مدينة نالونا ثم انحنى أمامهم في هدوء وهو يقول اتبعوني تابعوا الثلاثة في دهشة وحيرة وخلفهم بعض هؤلاء أجباه الملائكة يحملون سلوى على محفة مخملية نعمة وفان يتقدم الجميع عبر الكهف المظلم إلى أن وصلوا إلى الحديقة الساحرة فاكتازوها بمحازة الجدول الرقيق حتى وصلوا إلى باب فضي بالغ الضخامة توقف فان أمامه ولوح بكفه فتحرق الباب في هدوء وبلا أدنى صوت كاشفا أعظم مشهد في الكون مدينة كاملة من المرمر الوردي شفاف تنتشر في أرجائها حضائق الزهور الماسية وتحلق في سمائها المخلوقة الرقيقة الوديعة وهي ترفرف بأجنحتها في هدوء ويمتد من الباب الفضي إلى القصر المرمري الوردي الذي توسط المدينة ممر من المرمر السماو الجميل الذي تجري على جانبيه جداول المياه الشفافة وصار الجميع فوق الممر المرمري السماوي ونور ورمز ومحمود ينقلون أبصارهم حولهم في انبهر وذهور حتى هندت آه من بين شفاته سلوى فأسرع نور إليها ومسح على رأسها في حنان وهو يقول حمد لله على سلامتك ونجاتك يا زوجاتي العزيزة تأوهت سلوى مرة أخرى في ألم ثم فتحت عينيها في بط ويتغمغم أين أنا؟ واتسهت عينيها في زهول ويتحضق في المشهد الساحل ثم أسرع التهتف لا تغبرني يا نور سأغبرك أنا لقد استشهدنا وذهبنا للجنة أليس كذلك؟ ابتسمه نور وهو يقول في حنان لا يا عزيزتي إن كل ما يبهرك هنا لا يسوي ذرة واحدة من جنة الله سبحانه وتعالى حيث هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمع إننا ما زلنا على قيد الحياة هتفت وهي تطلع حوله في انبهار وحيرة هل قيد الحياة؟ أين نحن إذن؟ أجابها في خفوت في قلب القمر يا عزيزتي صاحت في زهول في قلب القمر؟ ربط على رأسها في حنان وهو يقول نعم يا عزيزتي فالتهدأ نفسك لقد زل الخطر وسنلتقي بالحاكيم الأكبر بعد الحضاء وسيخبرنا هو بكل ما نعجز عن فهمه ثم ابتسمت السامة مضطربة وهو يستطرد في الصوت حاول أن يجعله هادئا أو ربما أنه سيخبرنا بما نعجز عن فهمه تماما كان قصر الحاكيم الأكبر بسيطاً أنيقاً وكان هو يجلس في نهاية قاعته الواسعة فوق عرش مرمري أغضر بدأ متناصقاً مع ثوبه وبشرته بلونيهما الأبيض الهادئ الذي أضيف إلى لحياته الأنيقة فمنحه مظهراً وقوراً مهيباً لم تنتقس منه تلك الابتسامة الرغغة العذبة التي ارتسمت على شفتيه وهو يقول مرحباً بكم فيلونة يا أهل كوكب الأرض لم يتملك نور فضوله فأسرع يسأله في اهتماء من أنتم؟ أجبه الحاكيم الأكبر في دعا البقية الباقية من شعب القمر أسرع رمزي يسأله هل تقيمون هنا من زباد الخليقة؟ أقصد خليقتكم بالطبع أجبه الحاكيم الأكبر في رقة سأخبركم بكل شيء يا ولدي فلا تقلق إلا أن محمود سأله في لهفة كيف اتفق أنكم تتحدثون لغتنا؟ لم يفقد الحاكيم الأكبر ابتساماته أو هدوءه أمام ذلك السيل المنهمر من الأسئلة وإنما قال لمحمود في رقة الصبر يا ولدي هو خير الفضائل ولو انتظرتم قليلاً فستعلمون كل شيء عنه مما يجبع فضولكم العلمي تماماً ثم تنهد فيه دوء قبل أن يبدأ قصته قائلاً حينما نشأت الحياة على سطح كوكبنا هذا منذ عدة ملايين من السنين لا ندري عددها بالتحديد لم يكن مجرد تابع للأرض كما هو الآن بل كان كوكباً مستقلاً له جاذبيته وغلافه الجوي وبحاره ونباتاته وجباله وصحبه وسماءه وكان يدور حول نفسه في انتظام كما يفعل كوكب الأرض ولقد نشأت الحياة بداية بالطبع ولكنها تطورت بأسرع من مثيلاتها على كوكب الأرض كثيراً لسنا ندرك لماذا؟ ربما لأننا لم نضع الكثير من الوقت ربما لأننا لم نضع الكثير من الوقت لكشف وتطوير وسائل النقل فقد كانت أجنحتنا تكفينا حتى أن أول ما صنعناه من هذه الوسائل كان سفن الفضاء التي نقلتنا إلى كوكبكم هتفت سلو في دهشة؟ هل كنتم بزيارة كوكب الأرض؟ أجبها في هدوء؟ نعم يا بنيتي منذ عشرات الكرون وما زالت بعض الرسوم التي وضعها فنان كوكبكم لنا تحتل أماكنها البارزة في الكثير من اللوحات ارتفع هاجب رمزي في دهشة وهو يهتف يا إله إذن فأنتم قاطعوا الحاكيم الأكبر وهو يقول في هدوء نعم يا بني نحن من تطلقون عليهم اسم الملائكة كفاح شعب اتسعت عن أفراد الفارق في زهول وهتف نور في استنقار هذا مستحيل فالملائكة مخلوقات سامية لا تختفي في جحور في بطن القمر ظل الحاكيم الأكبر هادئا رقيقا مبتسم وهو يقول إنني لم أدعي أننا ملائكة حقا يا بني فالملائكة ضفق من النور الصافي وهم بدعة الخالق عز وجل في خلقه إنما قلت إنكم أطلقتم علينا هذه التسمية وتفسير ذلك سابق لأوانه فدعني أتم قصتي تدرج وجه نور بحمرة الخجل وهو يقول استمر يا سيدي عاد الحاكيم الأكبر يقول وحينما بلغنا ذلك القدر من الحضارة لم يكن شعب القمر بتلك الوداع لا ترونها الآن بل لم يكن شعبا وحدا وإنما كان عدة شعوب متناحرة متصارن بينها من وصل إلى ذرة الحضارة ومن يحاول النهوض بحضارتي في الصعوبة ثم أخذ فلكي الدول القمرية يرصدون كوكب الأرض ويتابعون في شغف تطور الحضارة البطيء على سطحه وبرزت فكرة ارتياز الفضاء ثم لم تلبث أن أصبحت حقيقة وهبطت أولى سفننا الفضائية على سطح كوكبكم في سنوات ما قبل ميلاد المسيح وحاولنا أن نقيم الصداقات مع شعوبكم ولكن الفارق الحضاري كان رهيبا وكل ما فهمته شعوبكم هو أننا من السماء وظنوا أننا الملائكة التي تحدثت عنها كل الأديان وصار تكويننا هو تكوين الملائكة كما تتصورونها في حين أن الملائكة الحقيقية أكثر بهاء وروعة منه بمراحل شتى سمت الحكيم الأكبر لحظة وكأنما يلتقط أنفاسه ثم سترضى بنفس الهدوء والوادعا وبدأ الطمع يجد طريقه إلى قلوب زعماء دولنا المتحضرة واشتعلت الحروب على سطح القمر وكل دولة تظن أنها ستفوز بزعمة الكوكب ولكن النتائج كانت الضمار للجميع لقد بدأ الغلاف الجوي لنا يضمحل ويتلاشى مع الأسلحة المدمرة التي كنا نستخدمها في حروبنا وأدرق العلماء ذلك بعد فوات الأواء وهنا فقط اتحدت كل الدول وتناست ما بينها من حروب وخلافاء فقد باتت المهمة الأولى هي أنقاذ القمر وسكانه وبدأ الأسف على واجهه لحظة قبل أن يتابع ولكن فرصة النجاح كانت قد فاد فأسرع الجميع يقيمون هذه المدينة العظيمة في قلب القمر بعد أن قدر العلماء أنه سيتوقف يوما ما عن الدوراء وصف قد غلافه الجوي واستنهل عليه النازل التي لم يعد هناك غلاف جوي يحميه منها وتنهد ثم واصل قائلا وهكذا انتقلت حضرة القمر بسبب حماقة أبنائه من السطح إلى الجوف وجهزنا هذا المكان المزود بكل وسائل الحياة تماما كما فعلتم أنتم حينما أقمتم سجن القمر وظللنا نتابع تطوركم وحضرتكم لألاف السنين حتى وصل أول رجالكم إلى القمر ووطأ سطحه بقدمه وهنا أدرقنا أنه ينبغي النظر إلى تطوركم بنظر جادة فاكتمع مجلس الحكمان كنت يومئذ شابا ودرسنا الموقف وقدرني أن تموحكم لن يتوقف عند حد وأنه ليس أمامنا سوى كشف أمرنا لكم أو إخفائه عنكم هاتف النور في أسف ولماذا لجأتم الإخفائه؟ ابتسم الحكيم الأكبر فيه دوء وهو يقول لأنكم لم تتطوروا روحيا مثل ما فعلنا نحن بعد أن أدرقنا أن الشرور كانت سببا في ضمار الجميع يا بني إن مدينتنا تمتلئ ببعض أنواع المعادل التي ترونها أنتم نادرة وجميلة وتتقاطلون من أجلها مثل الماس والذهب والفضة ولقد أدرقنا من مراقبتكم ومعرفة لغاتكم أنكم ما زلتم تعانون رزيلة الطمع التي تجعل بعضكم لا يتورع عن تدمير عالمنا كله من أجل حفن من الذهب والماس ونحن ومنذ قرون شعب مسالم وديع لا يميل إلى العنف أو العدواء سأله محمود في لحفة وما هو البندريوس البشع هذا؟ وكيف وصل إلى سجن القمر؟ قال الحكيم الأكبر في أسف البندريوس كائنة وحشية مفترسة كانت تحية على سطح القمر قبل أن ننتقل للعيش في أعماقه ولقد دفعت الغريزة بعضهم إلى الاختفاء في عالمنا الجديد حيث تتوافق الظروف مع ما كان عليه سطح الكوكب قبل الكارثة ولقد دخلنا في صراعات عديدة مع هذه الكائنات حتى لم يتبقى منها سوى ذلك البندريوس الذي فر من سجنه وقادته غريزته إلى المكان الوحيد على سطح القمر الذي يشبه مناخه مناخنا ألا وهو سجن القمر؟ أغمهما نور في هدوء ولقد قادنا ذلك لكشف السر الذي أخفيتمه عشرة السنين أغمهما الحكيم الأكبر برأسه إجاباً وهو يقول في أسف هذا صحيح سأله نور ولماذا لم تطارد ذلك البندريوس واتخلصوا منه على الفور؟ أجبه الحكيم الأكبر في أسف لقد بحثنا عنه بالفعل ولكنه كان يروغنا طوال الوقت حتى عثرنا عليه بعد أن التهم ضحيتين منكم للأسف كاد نور يلقي سؤالاً آخر لو لأن برقد في ذهن فجأة فكرة مخيفة فعقد سعديه أمام صدره وهو يقول للحكيم الأكبر والآن هل تنون كشف أمركم لعالمنا؟ مطى الحكيم شفتيه وقال فيه دوء ليس بعد يا ولدي فعالمكم لم يتخلص بعد من رازلة الطمع للأسف أعقد نور حاجبيه وهو يقول في سرامة لماذا أخبرتنا بكل ذلك؟ واجعلت رجالك يقودوننا إلى هنا إذن خفض الحكيم الأكبر عينيه وهو يقول في خفوت لقد اقتضت الظروف ذلك يا ولدي وأخشى أننا وصمت لحظة وكأنما يؤلمه ما سوف يقوله قبل أن يستطرت في حزن أخشى أننا لن نسمح لكم بعودتكم إلى عالمكم قط الموت في جنة القمر شحب وجه سلوة وامتقع وجه رمزي ومحمود إذا أهز التصريح الخطير الذي أدل به الحكيم الأكبر لشعب القمر لقد كانت كلماتي تعني في بساطة أنهم سيعيشون ما بقي لهم من العمر في سجن القمر ليس سجن القمر المعروف على السطح وإنما سجن القمر حقيقي في أعمق التابع الخاضع وغمغمت سلو في ارتيع كلا هزمه استحيل في حين ظل صوت نور حازما صارما وهو يقول وهل ستقتلنا لمن عودتنا إلى كوكبنا رفع الحكيم حاجبيه وهو يقول في دهشة أقتلكم ولماذا يا ولدي ستعيشون معنا آمنين في جنتنا التي صنعناه هنا و قاطعه نور في سرامة تقصد أنك استضعنا في قفص من الزهب كلا إننا نرفض عرضك هذا أشعر الحكيم حوله وهو يقول تطلع حولك يا ولدي إنكم ستحيون في عالم مثالي لا مكان فيه للأحقاد أو الخوف عالم كل ما فيه جميل بديع ابتسم النور في سخرية وهو يقول هل تصدق أنت كلماتك هذه؟ إنكم لا تعيشون في جنة يا جدي وإنما في سجن هذا المكان هو سجن القمر الحاخقي وأنتم المسجونون ولكن بكامل إرادتكم سجنتم أنفسكم في سجني سجن خافي في أعمق القمر وسجن من الخوف الذي يملأ نفوسكم من كشف أمركم قال الحكيم في رقة وهدوء إننا لا نخشى كشف أمرنا يا ولدي ولكننا نتحلشا رعفة بكم فما زالت حضارتنا تفوقكم بقرون ولن تصمد أسلحتكم أمام أسلحتنا قال نور في تحدي هل تراهن؟ أجبه الحكيم في وداعه كان لا يا ولدي لست أحب حتى أن تصل الأمور إلى مرحلة القتال فحتى لو هزمناكم سيفقد شعبنا وداعاته وطيباته فستعود الشرور لتملأ النفس مع نشوط النصر هاتف النور في حدة ولكنني أرفض البقاء هنا خافت الحكيم عينيه وهو يغمغم يؤسفني أنك لا تملك الرفض يا ولدي وفجأة وفي حركة مأهرة سريعة انتزع النور مسدسه الليزاري الإضافي وصوابه إلى رأس الحكيم قائلا في مزيك من السخري والصرامة بل أملكه أيها الحكيم وهذا هو الدليل ولكنه فوق أبو مسدسه يلتهب فجأة بين يديه فألقاه في ألم وسمع صوت فان يقول في هدوء وهو يعيد زراعي الممسكة بأنبوب صغر إلى جواره هل يكفي هذا البرهان العملي لتعلم أن أسلحتنا تفوق أسلحتكم كثيرا أيها الأرضي حدقه نور بنظر غاضبة صخطة في حين قال الحكيم في هدوء وأسف لن تجدي محاولاتك يا ولدي استقضون ما بقي لكم من حياتكم هنا معنا إلى الأبد جاء رد فعل النور سريعا مباغتا حتى أنه أذهش رفاقي أنفسهم فقد قفز فجأة لحيث وقف فان وحط عنقه بذراعي في قوة فحين له مأصامي بيده الأخرى خلف ظهري وهو يقول في حدة أي تفوق شعبك في هذا النوع من القتال أيضا يا فان أم أن حياة الوداعة الطويلة قد أفقدت عضلاتكم قدرتها على الحرقة تأوها فان في ألم ودهشة وهو يقول إنك تؤلم جناحي أيها الأرضي ونهض الحكيم من فوق عرشه ورفع كافه وهو يقول في أسف لماذا تصير على تلويس جنتنا أيها الأرضي صاح نور في حدة إنني أدافع عن حريتي وحرية رفاقي أيها الحكيم ولكن تفعل ما شئت أطلب من رجالك قتلنا أو تركنا نذهب في سلام غمغم الحكيم في حزن إننا لا نرك الدم هنا يا ولدي هاتف نور ولكنكم تريقون الحرية خفض الحكيم عينيه وعقد كافي خلف ظاهر لحظات ثم غمغم في حزن هذا ما كنت أخشاه لقد كان هروب البندريوس فألا سيئا ثم رفع عينيه إلى نور وقال في هدوء هل يعيد كلا منكم بشرفه ألا يبلغ أمرنا المسؤولين في كوكب الأرض؟ سأله نور في دهشة؟ وهل ستصدق عودنا؟ أو ما الحكيم برأسها إيجابا ثم غمغم في أسف؟ ليس أمامي سوى ذلك أيها الأرضي فلقد خاطرتم بأرواحكم وأنتم تسعون خلف البندريوس والأبطال وحدهم يقدمون على مثل هذه المخاطرة من أجل الآخرين وهؤلاء الأبطال يقدرون كلمة الشرف ولا يحنثون بعودهم أبدا تخلى نور عن عنق فان وزراعه وتبادل مع فريقه نظر حازمة ثم قال الجميع في أن واحد نعدك أيها الحكيم نعدك بشرفنا أشار فان برقة وهدوءه إلى بداية النفق الذي جاء منه نور وهو يقول هنا نفطرق أيها الأرضيون عودوا إلى عالمكم ولا تنسوا وعدكم أبدا سأله نور في اهتمام وماذا لو قرر غيرنا الهبوط عبر الفجوة اتسمى فان في رقة وهو يقول اطمئن ستنتهي الفجوة هنا وسيجدون أمامهم أطنانا من الشجار وبقى يجسد البندريوس الذي ستدعون أنكم عثارتم عليه وقتلتموه سألته سلوة وماذا لو تساءل أحد عن سير غيابنا الطويل هذا أجابها في وداعة قولوا إنكم حاولتم إزحة الصخور دون جدوى أو قولوا إنكم اشتبكتم مع البندريوس في صراع طويل ستجدون المبارر ولا شك صفحوا في حرارة وقال له نور ما زلت أصير على أنكم تخطؤون كثيرا بعز لأنفسكم في هذا السجن الاختيار ابتسم فان وهو يقول دع لنا حرية اختيار الطريق أيها الأرضي إنك تؤمن بالحرية أليس كذلك؟ أو ما أن نور رأسيه إيجابا وهو يقول بلى من حقكم اختيار المصير الذي يرق لكم وقبل أن ينصرف نور رفاقه التفت رمزي إلى فان وسأله في اهتمام سؤال أخير يا فان ماذا كنتم ستفعلون لو أننا أخبرنا المسؤولين؟ بدت ابتسامة فان حزينة وهو يقول كنا سننسف مدينتنا لونة أيها الأرضي اتسعت عين رمزي في مزيج من الدهشة والجزع وهو يغمغم هي لهم المصير ثم عاد يصافح فان وهو يقول لن ننسك أبدا يا فان ولن ننس شعبك غمغم فان بابتسامة عذبة رقيقة نحن أيضا لن ننساكم أبدا أيها الأرضي وافترق فريق الأرض ومندوب شعب القمر وبدأت رحلة العودة العودة من سجن القمر إلى سجن القمر ركس قلب فاسيلوف بين ضلوعه ولم يصدق عينيه من فرط سعادته حينما رأى نور وفريقه يغادرون الحفرة في أمان فأسرع إليهم يصافحهم في جزل وحرارة وهو يهدف حمدا لله على عودتكم سالمين أيها الأبطال حمدا لله وأسرع يقودهم إلى حجرته وهو يربط على ظهر نور في حرارة ويقول كنت أعلم أنكم ستعودون كنت أعلم ذلك جلس الجاميع في حجرته بثياب الفضاء والتقط هو من ثلاجاته الخاصة زجاجة صب بعضا من السائل الذي يملأها في عدة أكواب وقدم أحده إلى نور وهو يقول سنحتفل بعودتكم سالمين غامهمها نور مبتسما إننا لنتناول الفوديكا يا سيدة العقيد ابتسم فاسيلوف وهو يقول هو لا أنا إنه عصير برتقال مثلك تناول نور القوف في دهشة وهو يغمغم عصير برتقال تورد وجه فاسيلوف وكأنه يشرب الخجل وهو يقول لقد توقفت عن شرب الفوديكا وعن أشياء أخرى كثيرة بفضل قوم تطلعوا إليه في دهشة في حين استرده هو يسألهم في حماس والآن ماذا فعلتم هناك؟ تبادلوا نظرت حاذرة ثم هز كتفي وقال لقد دعا سرن على البندريوس واشتبكنا معه في سرع طويل ونجحنا أخيرا في قتله و قاطعوا فاسيلوف في دهشة البندريوس؟ هل تقصد ذلك الوحش؟ احتقن وجه محمود وارتبك في حين أسرع نور يقول في هدوء نعم إنه يقصد ذلك لحى الشك في عين فاسيلوف وهو يغمغئ وكيف عرفتم اسمه؟ أجبته يسألوا في سرعة إنه اسم مجازي أطلقناه نحن عليه غابه فاسيلوف في شك أطلقتموه عليه ثم اتجه إلى محمود وتحاسس الأربطة النعيمة الوردية التي تغطي جرح ذراعي وهو يسألوا في هدوء يحمل نبرات الريبة من أين حصلت على زي الأربطة العجيبة؟ غمغم محمود في ارتباك لقد كنت أحملها معي و قاطعوا فاسيلوف في هدوء أين؟ في زي الفضاء الرقيق؟ أم في الحقيبة التي أعطيناكم إياها؟ أشاح محمود بوجهه ليخفي ارتباكه في حين التفت فاسيلوف إلى نور وقال دون أن ينتظر جواب محمود هل عثرت على مخلوقات القمر التي كنت تبحث عنها؟ غمغم نور في هدوء لقد كان ذلك الوحش الذي قتلناه هو المخلوق الوحيد على كوكب القمر وربما جاء من الأرض كما يقترح الدكتور جاء مضت لحظة من الصمت وفاسيلوف يتطلع إلى عين نور في شك وهذا الأخير يواجهه بعينين ثابتتين وانطقتين ثم زفر فاسيلوف وعاد لمكتب في هدوء وجلس خلفه وتطلع إلى أعضاء الفريق قبل أن يقول في صوت هادئ متماسك إنكم تخفون أمرا ما؟ ارتبك أفراد الفريق وحاول قلا منهم أن يبعد عينيه عن عين فاسيلوف الذي لم يلبث أن ابتسم في ثقة ويقول ولكن هذا لا يمنع احتفالنا بعوداتكم سالمين وشرب كوب العصير دفعة واحدة كما كان يفعل مع الفوديكا استعد أفراد الفريق لمغادرة سجن القمر بعد أن وصل مكوك الفضاء نسر تسعة ليعيدهم إلى كوكب الأرض وصفحهم فاسيلوف في حرارة وهو يبتسم قائلا أراهن أن الدهشة لم تفارقكم بعد لأن فاسيلوف الذي وجدتمه حين عودتكم كان يختلف تماما عن ذلك الذي استقبلكم عند وصولكم إلى هنا ابتسمت سلوى في ود وهي تقول إنني أفضل الحال يا سيدة العقيد تناهد فاسيلوف في ارتياح ونوى له نور ورقة مطوية وهو يقول أعتقد أنه من حقك أن تمزق هذا يا سيدة العقيد سأله فاسيلوف في دهشة هما هذا ابتسمه نور في خجل وهو يقول تقرير عن فاسيلوف السابق لم يعود أن طبق على الحال ابتسمه فاسيلوف ومزق الورقة دون أن يفضها وهو يقول ليس من شي ماتي أن أطلع على ما يخص غيري ثم عاد يصافح نور في حرارة وهو يقول لن أنس شجعتك وشجعت فريقك أبدا أيها الرأي أدى نور التحية العسكرية وهو يقول شكرا يا سيدة العقيد وظل فاسيلوف يؤدي التحية العسكرية حتى ارتفع مكوك الفضاء في طريقه لبدء رحلة العودة إلى كوكب الأرض ثم خفض يده وابتسم في إعجاب وهو يغمغم وداعا أيها الأبطال وداعا أيها المصريون ابتعدها مكوك الفضاء في سرعة وبقي نور يتطلع من نافذته إلى القمر الذي يتناقص حجمه في الطرق فاقتربت منه زوجاته سلوة ومسكت في بأناملها في حنان وهي تقول فيما تفكر أجبها في خفوت في شعب القمر ابتسمت في حنان وهي تغمغم هل تشعر نحوهم بالإعجاب هز رأسه وهو يقول بل بالشفقة اقتربت من النافذة لتتطلع بدورها إلى القمر الذي أصبح في حجم بيضة كبيرة وهي تقول إنهم يعيشون في جنة من صنعهم على الأقل غمغم في شرود جنة وشرود ببصره وذهني لحظاء ثم قال في هدوء هل تعلمين يا سلوة هناك سؤال يقلقني منذ غادرنا عالم فان والحكيم الأكبر سألته في هامس ما هو صمت اللحظة ثم أجبها في صوت عميق لقد أخصت أقارن بين عالمهم وعالم المساجين الذين يقوم طاقم فاسيلوف بحراستهم ووجدت نفسي أتساءل في حيرة وصمت لحظة أخرى ثم أرضف في قوة من منهما يستحق اسم سجن القمر تمت بحمد الله أتمنى يكون عدد النهار ده عجبكم ولأصدقائي اللي متابعين الحلقات لو عجبتكم الحلقة ياريت ندوس لايق ونترك تعليق يليق بحضراتكم وإذا كنتم جداد على القناة أتمنى نشترك وانفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر